جدل كبير قوي على عاملة ديليفري ومش بس ان هي عاملة ديليفري هي كمان خارجة كلية هندسة خلينا نقول لكم ان هي اسمها ام سامر ام سامر دي مهندسة و بتشتغل عاملة ديليفري بس خلينا نعرف كده حكايتها ايه عشان هي دلوقتي بقت بتتعرض لانتخابات كبيرة جدا خصوصا بعد مراحوا وصوروا معيها وقصتها بدأت تتعرف يعني خلينا نقول لك ان هي في الاول خالص بعد ما اتراجت من كلية هندسة وكده طبعا زيها زي ناس كتير يعني ظروفها ما كانتش احسن حاجة ولكن هي اتجوزت وبعد ما اتجوزت كانت بتشتغل في شغل اونلاين ام هم وبعد كده لقيت يعني خلفت وبعد كده لقيت ان الشغل الانلاين برضو مش قوي يعني شوية بيبقى فيه شغل وشوية ما بيبقى ما فيش فمش حاجة يعني كونستانت مش حاجة ثابتة يعني بعد كده فررت ان هي هتجيب سكوتر وتشتغل علي ومن هنا بقى بدأت الانتقادات الكبيرة قوي يعني ناس كتير قوي كانت بتنتقدها علشان لحكتين الحقيقة لا اول حاجة ان هي كون ان هي ست وبتشتغل في الديليفري فالناس شايفين ان دي شغلانة للرجالة فقط فانت بتعملي ايه انت بتوصلي طلبات ليه وهي مش بترفع أسقال يعني ناس كتير شايفين كده وان شغلانة دي تعاملاتك كلها مع ناس رجالة فسيبي شغلانة دي ليهما هي مش ليكي ده كان اول انتقاد تاني انتقاد هي تعرضت له ان هي خريجة يعني هي اتخرجت من كلية هندسة خريجة كلية هندسة فناس كتير شايفين اللي هو انت حرام اللي انت عامله في نفسك ده انت دي مشتغلتيش باللي انت درستين طب وفرولي شغل وانا هشتغل في مجالي مشكلة قصان انه دلوقتي المهندسين واي حد متخرج هندسة او طب او كده اكتر ناس بيشوفوا بيواجهوا صعوبة في ان هم يلاقوا شغل بالزبط لانه اولا يا جماعة بجد احنا احنا كتير قوي احنا شعب بجد كتير قوي ده غير انه كتير قوي خرجيه هندسة وطب ففرص العمل يعني مش مكفية بجد للأسف فيه كتير قوي خارجين قليات القمة ولكن فعلا ملهمش فرص عمل فدي الحاجة المحزنة يعني ومش بس من فرص عمل هو انت ممكن تلاقي فرص عمل وبتلاقي المرتبات صعبة جدا لا كمان الفرص عمل في المجالك في المجال اللي انت اشتغلت فيه او المجال اللي انت درستي دي بتكون قليلة شوية شوصا مع خارجين الهندسة والطب فبصراحة يعني خالي حد قعد سبع سنين يدرس كلية الطب وبعد كده مش لاقي شغل او لاقي شغل بمرتبات قليلة جدا او لاقي شغل بمرتبات قليلة جدا يعني مرتبات الدكاترا والمهندسين ومثلا حتى لو انت قررت ان ان انت مثلا هتبقي معيدة او بروفيسور في جامعة مثلا لنفس المجالات دي برضو المرتبات قليلة جدا فسعيد بيضطروا ان هما يتجهوا لحاجات تانية عشان بيلاقوا ان هي دخلها اعلى مش عشان حبا فيها او هايا كان يعني بالضبط معظم الوقت الناس مضطرة يا جماعة ان هي تزود دخلها بدر شغلانات مش ده يعني مش ده حلم ان انا اشتغل حاجات دي بس انا عايز ازود دخلي بتزد دلوقتي في الظروف صعبة جدا عايز ازود دخلي وده المتاح قدامي فاكيد هي هتروح يعني للحاجة المتاحة خلينا اقولك ان كان فيه كومنتز كتير او مختلفة على البوست ده ناس بتقول يعني ما احترامي لشغلها بس دي اسمها خيبة امل لما واحدة تبقى خريجة كلية هندسة وتصهر كتير وتزاكر وتتعب وفي الاخر بتشتغل شغلانا زي دي هي حاجة حزينة بجد دي حقيقة والناس كتير كانت مركزها على ان هي مهندسة يعني كون هي مهندسة وشغالة برضو شغلانا زي دي يعني شغلانا مش محتاجة ان حد يكون متعلم علشان يشتغلها انا شايف انه بصراحة بدل ما ننتقدها يا جماعة اللي شايف ان هي حرام بتضيع شهادتها وتشتغل الشغلانا دي طب ما تحاولوا ان انت بدل ما تحطوا طاقيتكو في حاجة سلبية حطوا طاقيتكو في انتو تسعد الستة دي تلاقي شغل يعني لو انت تعرف اي حد يقدر يساعدها ويشغلها في مجالها تساعدوها صح وبرضو محدش يعرف يعني ساعات بحس انه شغلانا تدليفري وكده دي برضو انت يعني حرة في ساعاتك انت لو عايت تقفلي الابليكيشن وخلاص توطلي شغل لليوم انت دان خلاص بس بدي فعلك على الشغل اللي انت عملتيه فبرضو هي ام فجايز يكون دا بالنسبة لها حاجة فلاكسبل مثلا فانا شايفة ان احنا بفضل ان احنا ندعم الستة اللي بتحاول ان هي تشتغل وتكتهد وتنجح فأين كان ايه الحاجة حتى لو دا بالنسبة لك مش مقياسك انت في النجاح فهي بالنسبة لها مقياسها في النجاح ان هي تأمن حياةك ويصار ولادها بالضبط خصوصا ان هي معها طفلين كمان فالحقيقة برضو خليني اقولك انه هي بتسوق عربية السكوتر بتاع الديلافري هو قاعد وراها ابنها وقاعد قدامها ابنها فأولادها حواليها وهي بتوصل الطلبات فدي بصراحة برضو حاجة حاجة حزينة برضو بالضبط حاجة حزينة طبعا انت بتشتغلي وفي نفس الوقت بتحفظي على أولادك وانهم يكونوا معايك وتحت عينك فيعني حسها معادلة صعبة جدا خلي بالك برضو دا برضو فيه يعني نوع ما من الريسك لولاها على أولادها لانهم متسكلي مش سيف تماما طبعا دي مش حاجة احنا بنشجع عليها خالص انه انت تبقى شايل طفلين واحد منهم طفل رضيع حرفيا دا مش صحة خالص مش بنشجع على دا فلو فيه اي حاجة الناس ممكن ان هي ترد عليها الطريقة سلبية فده دا تمام بس كشغلاء هي حد بقيلنا في الكومنت مفيش اي شغل عيب مدام حلاق دا حقيقي فعلا انا شايفة كده يعني احنا خليني اقولك ان on the other side كان فيه ناس برضو الحقيقة شجعوها وكانوا بيقولوها لا تحية كبيرة قوي وانا قد ايه هي فعلا مكفحة وان مش كتير خالص هيعمل الموضوع دا لا هو كتير قوي بيلجأوا الطرق تانية وهي بتهاري بتكون أسهل طرق ان هو بقى بيبدأوا يعني يعودوا في اي مكان ويطلبوا فتوس وخلاص فبصراحة اللي هي بتعمله دا فعلا يعني الناس بيقولوها قوي اللي ممكن تعمل وحاجة نحييها عليها بصراحة يعني خلينا نشوك ايه comments حتى بيقول في الاخر البلد مقدرتهاش بتلوموا عليها ليه زي ما قلتلك فعلا هو الفرص هي هتعمل ايه مفيش لها فرص يعني مفيش فرص عمل عاطف بيقول كان فيه ستة قبل كده برضو من فترة كانت بتشتغل delivery وبتوصل ولدت صح احنا فعلا غطينا الحبر ده اوكي خلينا نشوف ايه comments التانية حتى بيسألنا انتو بتفتحوا كل يوم live وعاطف الانسان اكشلي يرد عليهم اه عاطف واسمك الحقيقة عاطف فعلا اسمك الحقيقة عاطف ولا ده اسم حركي للتيك توك بيقول ان احنا نطلع من الحد الخميس احنا فاهم نطلع من الحد الخميس كل يوم الساعة 11 عبدالله اي تينك كانت كاتب comment على بيقول اي تينك الجمهور هو اللي بيعمل الجو الجو ده حقيقي فعلا برته هي الناس اللي بتنتقد دي مصطفى بيرانا هي ناس بتنتقد دي هل الناس دي تشتغل اصلا ولا فاضين درجة التعليق والنقد على غيرهم بس ويجت نظر انا بصراحة بستغرب قوي اي حد بيعمل hate comments على social media في المجمل لان انا عمري ما شفت حاجة مثلا وعلقت عليها بصوتي عالي بطريقة سلبية وكتبت اللي انا قلت بصوتي عاليني يعادي يعني بقول كده مع نفسي بقول التعليق السلبي بس هلا ناخد الوقت ان انا اكتب لحد تعليق سلبي يعني حاسة ان ده يعني او اضايقه بالتعليق بالزبط يعني انا دايما بقول حط نفسك مكان الشخص وشوف انت هتستقبل comment ازاي مفيش حد بيحب يسمع نقطه مفيش حد بيحب يسمع حاجة سلبية بالزات لما يكون بيحس ان هو قردي شقيان وتعبان في الحاجة اللي هو بيعملها دي او لو عايز تنتقد برضو ممكن تنتقد ولكن يعني بطريقة كويسة يعني فاهم بطريقة ما تقذيش بيها اللي قدامك يعني تقول وجهة نظرك بس من غير ما تضايق بيها اللي قدامك من غير ما تهزقه من غير ما تشتامه من غير ما يعني يبقى فيه اي تقليل منه مصطفى اخد تراك تاني تماما بيقول عادي فيه الفنانة امي سلطان سايبة الهندسة وبترقص هكذا دخلنا في تراك تاني لا ما رفعش ايوه هي مهندسة وجهة هي مهندسة فعلا وثابت الهندسة يعني هي خرجة من كلية الهندسة وثابتها واتجت فعلا لمجال الرأس دي حقيقا اكيد الرأس بيز مور صح للأسف شديد طول ما انت مش عايش ظروف اللي قدامك ما تحكمش عليك محمد بنحييك بصراحة على تعليفاتك بجد ده احلى كومنت فعلا شفته اس ان بيقول انا الجمهور اللي عام الجو والله انت عامل قلق على الكومنت انت مش عامل جو انت عامل قلق بس بيوليك we have to be a little spicy ميزو بيقول الست كيف بتشتغل ما كانتش بتعمل حاجة مش كويسة اللي هم على اللي مقدرهوش هو الحقيقة يعني مفيش اي حاجة مش كويسة في اللي هي بتعمله ولكن هي اي حاج ممكن يقدر يساعد يساعد يا جماعة يعني من غير ما يتريأ من غير ما يهزر يعني فهمه من غير ما يقلل من الشخص اللي قدام او من اللي هي بتعمله انا برحكم نتكلم على طوبيكس برضو ريليتنج بالمرأة وكده وبجد كان اغلبية الكومنت الرجالة اللي كانوا في الكومنت كانوا يعني كانت صعبة ايه بقى كانت صعبة يعني كلهم ضد المرأة من الاخر يعني تصامت النهاردة يعني الحمد لله شكرا يا جماعة شكرا انتم معينا النهاردة يعني كانت الدنيا صعبة للأسف شديد ان احنا بنكتشف مع مرور الوقت انه مهما تقدمنا فكريا وزمنيا وكل حاجة ان في ناس لسه عندهم افكار رجعية على المرأة ده مالوش يعني ده حاجة مالوش حال انا بقى برضو من التقاليد والعادات الفكرية بقى يعني نحنا متعودين ان احنا بناخد الافكار زي ما هي مش بنفكر فهمها لو مش بنعديها على دماغنا بزرط بنتقبلها زي ما هي وبن يعني اللي احنا ربنا عليه ما بنحاولش ان احنا نكوستشن او نشوف مثلا طب هل مثلا التفكير ده كان غلط ولا صح ولا اي امكان وعامتا في الاول في الاخر كل واحد ليه رأي از لونج از رأيك يفضل محترم بس محمد برضو بيقول حاجة بيقول مدام النخوة اخدتكم كده وفروا ليها شغل بدل التنظير على الفوضي احنا انبارح كنا منتكلم عن جامعة المنصورة ان هما كانوا عاملين حاملة ضد التحرش وانه في طلاب راحوا كتبوا على البوسترز اللي هي بوسترز الحاملة كتبوا عليها طب ما تقول لهم يوطر يلبسوا دايق طب ما تقول لهم يلبسوا محتشم معرفش احنا مباركوا منتكلم عن ده في الشو واناس كتيرة كانوا شايفين ان احنا ايه ارقنا غلط ان احنا بنقول انه لا هو مفروض ان انت كده كده تغض بصرك ومفروض ان انت كده كده تحترم الشخص اللي قدامك ما تقدرش انت تفرد على حد ايه الغلط والصحة في اللبس احنا في الاول في الاخر كنا متربين مختلف وكلنا عقيدتنا مختلفة فمش كل المسلا اللي محتشم بالنسبة لك محتشم بالنسبة لحد تاني فالكومنتز بقى يعني يعني احنا بس ممكن نسأل سؤال بسيط في الموضوع ده هل انت لو شخص ومسافر برا هل هتخلي كل الناس دول يلبشوا على مزاجك يعني بالظفت ولا تحترم وجودهم ولا تتحرش بهم وهتتعامل يعني معهم زي ما هم من غير ما تغيرهم يعني يعني it's so simple question we literally live in a time where the doctors and engineers look at resales agents and cry للأسف الشديد ده حقي ده حقي فعلا لأنهم فعلا بيعملوا فلوس أكتر يعني يعني دايما كانت عرفي الأب والأم مصرين نفسي تطلع دكتور نفسي تطلع مهندس دلوقتي نفسي تطلع real estate agent نفسي تطلع بالضبط يعني الحاجات دي ما بقتش للأسف شديد تأكل عيش وده برضو من الأسباب إنه دكاترة كتير قوي في مصر بيضطروا إنه هم يهجروا برا فإحنا عندنا talent كتير قوي وناس كتيرة يعني بلدهم أولى بيهم بصراحة فيه يوسف شعراوي بيقول لنا أنا شغال delivery خريج كلية خدمة اجتماعية ومعايا ناس خريجين هندسة وطالبة في هندسة وحسابات وطالبة في هندسة وحسابات يعني موضوع ده common فهمه يعني هم شغالين delivery برضو خريجين كلية هندسة فيه حد تطلع من الناس بطوان بارح حد ظهر من الناس بطوان بارح يوسف شعراوي بيقول لنا أنا شغال delivery خريج خدمة اجتماعية آسوري ده رينا يحد بيقول لنا ما تجربوا تستضيفوا شاكر حاضر everything is upside down علي بيقول دي إهانة للمرأة أين كان مستوى تعلم مش شايفة إن هي بتشتغل delivery يعني طب بفرض هي محتاجة الدخل ده يعني هتعمل E6 فين بتوع الفامنس تحقو المرأة من اللي بيحصل ده احنا هنا حد بيقول الحجاب واللبس الساتر واجب على كل مسلمة إذا أنت إذا أنت مش مسلمة دي مشكلتك هو احنا مش بنتكلم عن الدين عمتا مدخلناتش الدين في الموضوع إحنا منتكلم على يعني هل ضروري إن كل حد يبقى معاك في الجامعة مثلا أو أي حد هتقابله في الشرع هيكون مسلم وحتى لو هيكون مسلم هل إنت هتمشي في الشرع مثلا تضرب كل واحد مثلا مش لابس حجاب أو مش لابست محتشم مش أدر أفهم إيه العقلية دي أبسط مثال إن إنت بجد لو سفرت برا يعني إنت هتعمل إيه هتتعامل مع الناس اللي برا زي ما هم إنت مش هتغيرهم مش هتغير فيهم محمد مش هتمشي ورا كل واحدة تقول لها أنت لابسة كده لي ولا قلعة كده لي يعني ده هتتعامل معاهم زي ما هم ولو ما تعملتش بالطريقة دي يعني مش هتكون موجود في البلد دي محمد بيقول بيرد على علي بيقول خلاص قعدها في البيت يا علي وديها أنت الفلوس بصي أنا ساعات ما بضطرش هرد على الكومنت لأن أنتو الحمد لله بترد على بعض يوسف شعرا بيقول عادي أنا معايا حد معايا في طلبات ومعاها ماجستير وهي حاجة معروفة على الابليكيشن على فكرة جماعة الناس كتيرة بيشتغلوا أو أوبر أو أين كان حاجات مش ده شغلهم الأساسي زي زيادة دخل بس يعني ده شغل تاني أو شغل على جنب شغلهم عشان يزودوا دخلهم لأنه برضو في الأول في الآخر شغل حر أنت لو مش فاضي تقفل الابليكيشن لو فاضي تفتح الابليكيشن وأنا مش شايفة في أي حاجة تعيب أي حد بيعمل كده بصراحة يعني أنا شخصيا كبت مع أوبرز كتير جدا مثقفين خرجي هندسة خرجي يعني ميجورز كتيرة يعني مالوش أي علاقة الناس بس عايزة تزود دخلها وبتزود دخلها بطريقة ما هيش حرام ما هيش عيب ما هيش أي حاجة ف مش عيب أي شغل زي ما حد قالينا في الكومنت أي شغل حلال مش عيب خالص